تفاعلت النساء من أصول عربية وإسلامية بشكل إيجابي مع المبادرة التي أطلقتها إدارة المساعدة الاجتماعية في أمستردام الهولندية لإخراج المرأة من المنزل بهدف التعرف على ما يدور حولها من تطورات في المجتمع المبادرة تتضمن دورات توعوية تنظم للنساء من جنسيات مختلفة تحت عنوان أستطيع أن أعتمد على نفسي أريد مسؤوليتين تحملها النفسي منقش أنا كل مرة نطلب واحد نجي نطلب مثلا نور الدين ولا فطي معه ولا إلهام ولا شو يا الله هم آيات ديني شرح ليها هذه أنا ما بغيتهاش هم هنا بيساعدوني بيجبوا ناس من بره بيدونا كرسي سيناء يعلمونا إزاي أخش على أفهم الجواب أعمل بي إيه المغاربي الأصل نور الدين العمراني يشرف على المبادرة بمساعدة سيدة تركية وأخرى هولندية يلتقون أسبوعيا مع النساء المهاجرات في بلدية غرب أمستردام ولمدة ستة أسابيع وتحصد المشاركات في الدورات على دبلومة تأهلية للاعتماد على النفس في مجالات الحياة المختلفة تثبت على أنها قادرة في الاتصال بالمؤسسات وبالبلديات وبالتنظيمات دون الاعتماد عن أي إن كان السيدات الهولنديات اعتبرنا مشاركة في مثل هذه الدورات خطوة أساسية لمساعدة النساء على الاندماج والمشاركة الاجتماعية الإيجابية لاحظنا وجود سيدات كثيرات في الحي ليس لديهن القدرة على متابعة ما يحدث حولهن من تطورات ولهذا قررنا مساعدتهن لممارسة دور إيجابي في المجتمع ما تقوم به الحكومة حتى الآن غير كاف ولكن نحن بصدد القيام بخطوات أكبر وخاصة أن المرأة عانت من الإقصاء الفترة الماضية وكان التركيز فقط على الرجال والشباب ورؤساء المساجد ولكننا الآن قررنا التركيز على الأمهات والأخوات لحماية الأولاد من الفكر المتشدد الدورات التوعوية تشكل فرصة للمشرفين لمساعدة المشاركات للتعرف على أمور تتعلق بالبحث عن فرص عمل وكيفية الحصول على تسهيلات للقضايا القانونية والتعامل مع المؤسسات التعليمية والطبية وغيرها إدماج النساء من أصول عربية وإسلامية في المجتمع الهولندي يعني من وجهة نظر العديد من المراقبين هنا التعرف على كل ما يدور في المجتمع من تطورات وبالتالي تصبح المرأة كأم قادرة على إنقاذ الأبناء من براثن التشدد عبدالله مصطفى الحرة من مدينة أمستردام الهولندية